تكريماً واستذكاراً للمنجزات التاريخية والدور الحيوي والتضحيات لمنتسب مهنة التمريض في جميع أنحاء العالم تشارك مملكة البحرين في الاحتفال بيوم التمريض العالمي لنشر التوعية عن مهنة التمريض النبيلة والنظر إلى تطوير مستقبل مهنة التمريض في العالم مملكة البحرين دائماً ما توفر الرعاية والاهتمام لجميع الكوادر الطبية ومنها الكوادر التمريضية الوطنية التي لطالما ساهمت وشاركت في تحقيق الارتقاء والتحديث والتطوير بشتى خدمات الرعاية الصحية من خلال مواكبة المستجدات والتطورات العالمية يحتفل العالم بيوم التمريض العالمي كتكريم لهذه المهنة ويعتبر هذا الاحتفال كوسام لمهنة التمريض فريق التمريض يقدم خدمات طبية إنسانية وميزة وهي خدمات علاجية وقائية تأهيلية واستقبال حالات الطوارئ وغيرها بهذه المناسبة أتقدم بخالص الشكر والأرفان لتلك القامات الإنسانية فمهنة التمريض من أكثر المهن إنسانية تحضى وتسعى لإنقاذ حياة المرضى وتخفيف آلامهم إنجازة مشرفة لقطاع التمريض تم تحقيقها من خلال التطوير المستمر لجهود وكفاءة الرعاية التمريضية المقدمة وتعزيز وبناء قدرات وكفاءات الكوادر التمريضية والاستثمار فيها ما مكنها من تقديم رعاية تمريضية بحسب المعايير العالمية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة استحدثت الحكومة خدمات الوحدات المتنقلة لرعاية كبار المواطنين وأيضاً هذه الخدمات تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة وهذه الفرق فرق الوحدات تكون مؤهلة بممرضين وممرضات وفنيين وفنيات تم تدريبهم وتأهيلهم للاعتناء بالمسن وأيضاً تلبية حاجاتها الصحية تقدم أقسام التمريض في مراكز الرعاية الصحية الأولية الخدمات العلاجية ومنها استقبال الحالات الطارئة وتصنيفها وعلاجها مهدنة التمريض هي مهنة إخلاقية إنسانية فيها أنقاذ أرواح الناس ومن خلالها تستطيع مساعدة المرضى من خلالها تقدر تشوف الأثر أنت شنون يتغير وترسم البسمة على شفاه المريض بعد التعافي إضافة أنك أنت تقدر تكون قريب من المجتمع قريب من الناس بناسبة يوم التمريض العالمي أحبها أن كل ممرض ممرضة في العالم على كل الجهود التي يقدمونها من أجل راحة المرضى وعلى الابتسامة التي دائما تكون موجودة رغم التعاب أو الضغط الذي يكون موجود بس عشان راحة المريض وتقديم الرعاية المتكاملة استثمار مستمر في العلم والمعرفة وإدماج التكنولوجيا في المجال الصحي مكن مقدم الرعاية الصحية من مواجهة التحديات والصعاب والتغلب عليها والاستمرار لتحسين الخدمة الصحية بما يتنسب مع التوجهات الحكومية التي تطمح للارتقاء في شتى المجالات وتحقيق مستقبل أكثر إشراقا لمتلقي الرعاية الصحية ومقدمها ترجمة نانسي قنقر